سيد غالب سيد غالب يعني تسأل التساؤلات مهمة جدا وأريد جاوبني باختصال على مدوقة البرنامج فضل سيد غالب يعني البرلمان أفضت فشلة في استجواب أي شخص يعني في استجواب العادل عبد المدلي وأضعف شخصية كان أنه فشل في استجواب الكاظبي فشل في استجواب وهذا السؤال إنه يعني لماذا لم يتم سابقا استجواب رؤساء وزراء سابقا لما حصل في سبايكر لما حصل لما هرب حوالي 500 داعشي والآن رجعوا من جديد يحروا يقاتلوا في إراء لماذا لم يتم استجواب رئيس وزراء والماء الآن قطع عن دياله وقطع سابقا حوالي أكثر من 39 رافض مائي طمر بصبخة دولة جارة أنا أقول بس لا يستغفون الكاظب لأنه ضعيف ويستوجبوه ويطلعون شجاعتهم برأس هذا الضعيف ليش طعيف هو ليش يتحمل السلطة هو يتحمل مسؤولية يتحمل مسؤولية 100% يتحمل مسؤولية بس أنا لا أريد أن أشير إلى نقطة معينة استجوابات المجلس النواب استجوابات فاشلة إلى الآن لم تؤدي لها نتيجة نهائيا ولكن أقول إلى أنه لهؤلاء الذين قتلوا المتظاهرين 800 واحد ليش ما جاء صار استجواب لهم وهناك شهادات ظهرت بالأخير إلى أن قتلهم كان بأمر من رئاسات وزراء لا فهم الشيء؟ فهذا الاستجواب لا يقدم ولا يؤخر يعني من حقه يستجوب ولكن لا يقدم ولا يؤخر نخرج من هذه الأزمة بما يلي أولا إلى أنه على رئيس الوزراء أن يكون شجاعا ويقيم بعملية تغيير إداري كامل في داخل الوزارات بتغيير المفاصل الأساسية وهو يعين هذه المفاصل وليس البرلمان ولا الأحزاب اثنيا أن يكون هناك عقاب صارم قال الله تبارك وتعالى في بعقب كتابه الكريم ولكم فرقصة حياة يا أولي الألباب الذين تثبت عليهم الجريمة يجب أن يأخذوا حقهم العادل بما في ذلك الإعدام وإعدام 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 ما دامه بالحق وأطيج قارنتي إذا صار هذا الشي بعد ما يصير أبداً تناني الأبور